مرحبا وأهلا فيكم معي بالقناة مرة ثانية اليوم الفيديو رح يكون كتير سريع وكتير بسيط رح نعمل سوا حلاء كتير طيب وبنفس الوقت سهل كتير وما بياخد مننا أي وقت أو مجهود حلاء كتير طيب رح أستخدم فيه الموز والشوكولاتة ورح نعملوا بأشكال كتير حلوة دائما كل التفاصيل كالعادة تحت بصندوق الوصف وهلا يلا نبلش بالبداية رح أقطع حبات الموز من الوسط بهذا الشكل وبعدين رح أستخدم أعواد الأيس كريم رح أدخلها بداخل الموز طبعا حاولوا أنكم تدخلوها بشكل ممتاز يعني دخلوها بشكل جيد لحتى تتأكدوا أنها ما تفلت معكم وقت تبلشوا أنكم تحضروها أو تزينوها طبعا فيكم تعملوا الكمية لأنتم بتفضلوها الآن الخطوة الثانية أي نوع شوكولات سابة بالحليب بإمكانكم تستخدموا وأهم شيء أنه ما يكون فيها أي مكسرات رح نسخنها أو نسيحها على حمام مائي لحتى الدوب بهذا الشكل وبعدين رح أبدأ بتغليف حبات الموز بهاي الطريقة اللي عم بتشوفوها رح أحاول أنا عمها قد ما بقدر لحتى تصير نعمة بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه طبعا رح أترك الشوكولات الزايدة إنها تنزل وبعدين رح أبلش أزينها بإمكانكم تزينوها بالطريقة اللي أنتو بتحبوها ممكن بالفستق الحلبي المطحون بهاي الطريقة ممكن تعملوا عليها مثل الخطوط بالفستق الحلبي المطحون وممكن بالمكسرات مثل اللوز الفستق الحلبي وكمان بالسبرينكلز خصوصا إذا كان عندكم أطفال كتير رح يحبوا السبرينكلز خصوصا إنه هيك فيها ألواني كتير ومثل ما قلت لكم طبعا طريقة التزين بترجع لإلكم ولزوقكم بس كلنا بنعرف إنه الموز مع الشوكولات نكهتهم كتير بتلبق لبعض لهيك حبيت أقدم لكم هالحلة خصوصا إذا كان عندكم أطفال فهو حلة كتير مفيد وكتير صحة بالنسبة لإلهم وكتير كتير كتير رح يحبوه وهلا هيك هذا الشكل النهائي لإلها زينتهم بأكتر من طريقة هون زينتهم باللوز والفستق الحلبي المفروم كمان طلعت كتير طيبة وبعدين وقت أخلص كل الكمية طبعا دي أنصحكم نصيحة الأفضل إنكم تحطوهم على ورق زبدة أو ورق النايلون الشفاف لحتى ما يلزقوا بالصحن وتتغلبوا مثل ما أنا تغلبت لأنه هاي الشغلة أنا نسيتها وتغلبتي شوي هلا رح أدخلهم للتلاجة لمدة ساعتين لحتى تجمد الشوكولات وتتماسك وبعدين منطلعهم وبصيروا جاهزين لحتى يتقدموا وهلا هون بعد ما طلعتهم من التلاجة صارت الشوكولات جامدة طبعا متماسكين والشكل كتير حلو وأنيق والطعم ولا أروع من هيك فنصحكم كتير إنكم تجربوها خصوصا إذا كان عندكم أطفال كتير 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 رح يحبوها وطبعا ما هيصل عليها أي شي حتى لو ضلت بالتلاجة لمدة يومين لأنه الموز مغلف لهيك ما رح يسود ولا رح يخرب معكم ومثل ما عم بتشوفوا لهون بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى الوصف السريعة السهلة تكون عجبتكم يارد إذا عم تعجبكم وصفاتي ما تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار بالفيديو الجديد وقت ينزل على القناة وأنا أكيد إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني وصف جديدة اشتركوا بالقناة من هون من هاي الدائرة اللي ظاهر عندكم على الشاشة وما تنسوا تتابعوا كمان الفيديو اللي ظاهر على الشاشة ومع الف سلامة